وختاما أقول كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير إنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا تصور أنك تصوم ثلاث رمضانات أربع رمضانات في سنة واحدة تفطر أسرة من خمسة أفراد وتصوم أنت شهر رمضان كأنك صمت ست رمضانات لا ينقص من أجورهم شيء وتشاركم في الأجر فلنحذر من أن نضيع هذه الفرصة فرصة رمضان